الثلاثون من ايلول عام الفين وخمسة عشر بوتين يمنح تفويضا من مجلس الدومة لاحتلال سوريا فطائرات روسيا الحديثة من ميغ واحد وثلاثين وسيخوي خمسة وثلاثين دخلت على خط الصراع بالاضافة لدبابات تي تسعين المدرعة واربعة الاف جندي متنوع المهام يدخلون سوريا كان الثلاثون من ايلول كأنه القيامة على سوريا فالروس بطائراتهم وصواريخهم المجنحة قصفوا اكثر من اربعين هدفا اول يوم باسلحة عالية الدقة دقتها الذكية كانت حصة المدارس والاسواق والمستشفيات الامر الذي ادى لسقوط مئات الضحايا ليتم انحياز المقاتلين عن مناطقهم وتتغير الخارطة بسبب اجرام الروس نعم ظاهر التدخل ضرب الارهاب كما قيل اما حقيقته هي وضع موطئ قدم لها على المتوسط والسيطرة على الفوسفات والنفط والتحكم بالغاز المصدر لاوروبا والضغط عليها لبيعها الغاز الروسي ولتثبيت وجودها طويلا ابرمت عقد استئجار لمرفأ طرطوس لتسعة واربعين عاما لتكون بذلك الروسيا شريكا استراتيجيا للاسل في كل موارد البلد بل وجرائمه ومحتلا للقرار والسيادة والارض